اشتركوا في القناة من كتاب الامتحان الجميل وكمان من مذكرة الزميل العزيز مصطفى شهين وأول تعليل يلا مع بعض حجم مخلوط الماء والكحول الإثيلي أقل من مجموح حجمهم قبل الخلط للإجابة لأن بعض جزيئات الكحول انتشرت في المسافات البينية الموجودة بين جزيئات المادة ده التعليل الأول ونجي للتعليل الثاني اختفاء قليل من ملح الطعام عند وضعه في كوب ماء فترة من الوقت لامتشار جزيئات ملح الطعام في المسافات البينية الموجودة بين جزيئات الماء علل اختفاء السكر عند إزابته في الشاي نفس المعنى والمضمون والمفهوم لأن جزيئات السكر انتشرت في المسافات البينية الموجودة بين جزيئات الشاي السؤال اللي بعده بقى أسئلة ماذا يحدث لو أضفنا 230 سنط مكعب كحول لـ 270 سنط مكعب مية في مخبار المدرج يجي ولد يقول لنا لو جمعت دول ودول هتطلع الإجابة 500 أقول ولكن الإجابة تنتشر جزيئات الكحول في المسافات البينية لجزيئات الماء ولكن يصبح حجم المخلوط أقل من مجموح حجمهما يعني أقل من 500 سنط مكعب التاني بعد ماذا يحدث ماذا يحدث لو اللبن مقدر ملعقة من ملح الطعام في الماء معلقة ملح في الماء تنتشر جزيئات ملح الطعام في المسافات البينية بين جزيئات الماء فيكتسب الماء طعما مالحا ونقول المية بقت حدقة نرجع لعلل علل تحتفظ المواد الصلبة بحجمه شكل سابت مهما تغير شكل الإناء الموضوع فيه وحركة جزيئات المادة الصلبة محدودة جدا لاحتفظت بحجمه شكل سابت لأن المسافات البينية بين جزيئات المواد الصلبة ملحة صغيرة جدا جدا وبالتالي تكون قوة التماسك كبيرة المسافات صغيرة يبقى قوة التماسك كبيرة متلحمة فتتخذ الجزيئات مواضع سابتة بالنسبة لبعضها البعض التعليل التاني للمواد السائلة بتاخد شكل الإناء الموضوع فيه لأن المسافات البينية بين جزيئتها كبيرة المسافات اللي بين الجزيئات كبيرة وبالتالي تكون قوة التماسك ضعيفة الترابط التعليل التالت الغازات ليس لها شكل سابت أو حجم سابت والغازات لها صفة الانتشار يبقى تعليلين لما لهش لحجم ولا شكل سابت ولسريعة الانتشار لأن المسافات البينية بين جزيئتها ملأ أكبر المسافة كبيرة وبالتالي قوة التماسك تكون منعدم تقريبا فتنتشر في كل الحيز المتحلها علل يختلف جزيئ العنصر عن جزيئ المركب طبيعي لأن جزيئ العنصر عبر عن نوع واحد من الزرات يعني متشابئة بينما جزيئ المركب جاي من ارتباط زرطين أو أكتر بسلمين لعناصر مختلفة يعني كوكتيل من الزرات علل جزيئ الأكسوجين جزيئ عنصر إنما جزيئ المية جزيئ مركب أجيب مكوناته لأن جزيئ الأكسوجين يتركب من زراتي أكسوجين متماثلتين لكن جزيئ الماء زرط العناصر مختلفة ولسه هندرسها نجيل ماذا يحدث ماذا يحدث إذا ارتبطت زرط سوديوم مع زرط كولور سوديوم وكولور يتكون جزيئ مركب جديد اسمه كولوريدي السوديوم اللي احنا بنقول عليه ملح الطعام ماذا يحدث إذا ارتبطت ثلاث زرط هيدروجين مع زرط نيتروجين ده كوكتيل يتركب جزء لمركب جديد اسمه مركب الناشادر بيكون من ثلاث زرط هيدروجين وزرط وحدة نيتروجين ونشوف سؤال علي الآخر العنصر هو أبسط صورة نقية للمادة ليه لأنه لا يمكن تحليله إلى مواد أبسط منه بالطرق الكيميائية البسيطة المعروفة علل جزيئات الهيدروجين متشابهة الزرات ليه أقوله لأن الهيدروجين عنصر زراته متمثلة ماذا يحدث إذا ارتبط زرتي أكسوجين يتكون جزء لعنصر الأكسوجين زر وزر يبقى اتنين يبقى جزء الجزء مفهومه إيه هو أصغر جزء من المادة ويمكن أن يوجد على حالة انفراض وتظهر فيه خواص المادة طبعا للمرتبط بده عند فتح زجاجة العطر تنتشر رائحة في أنحاء الغرفة لأن جزيئات العطر تنتشر في ألجاء الغرفة وظلت محتفظة بخواص العطر كما هو شم رائحة غاز البتجاز عند تصرب من الاستوانة من أمبوبة البتجاز لأن جزيئات الغاز تنتشر في أرجاء الغرفة مش بس كده وظلت محتفظة بخواص الغاز طب ماذا يحدث لو فتحنا زجاجة العطر في ركن من الأركان تنتشر رائحة العطر في جميع أنحاء الغرفة وتقل لكتلة العطر في الزجاجة اللي بعده ملاحظة مهمة أنها قبل كده عملية الانصار عكس التجمد والتصيد عكس التكسف تعال بقى على سؤال ماذا يحدث لو سخنت المادة الصلبة مادة صلبة وسخنتها اللي يحصل التسخين والحرارة هيعمل حاجة مهمة جدا يوسع من المسافات البينية وتضعف قوة التماسك وسبحان الله تتحول من حالة صلبة إلى حالة سائلة بتأثير درجة الحرارة طب لو سخنت المادة السائلة نفس الكلام بأسر الحرارة تتسع المسافات البينية وتكتن عدم قوة التماسك فتتحول من حالة سائلة إلى حالة غازية ثلاثة اللي يحصل لو تغيرت المسافات البينية من جزيئات المادة لسأيل ها هنا وهنا بأثر الحرارة وبأثر تغير المسافات تتحول المادة من حالة إلى حالة أخرى مهمة جدا اللي بعده انتشر رائحة العطر في أرجاء الغرفة لأن جزيئات العطر تنتشر في الأرجاء محتفظة بخواص العطر انتشار لون برمنجانات البوتاسيوم في الماء لأن جزيئات برمنجانات البوتاسيوم تتحرك حركة عشوائية في جميع الاتجاهات بين جزيئات الماء علل اختفاء السكر عند إزابته في الشاي لانتشار جزيئات السكر في المسافات البينية بين جزيئات الشاي علل لحجم مخلوط الكحول والمية أقل من مجموعهم قبل الخلط لانتشار بعض جزيئات الكحول في المسافات البينية الموجودة بين جزيئات الماء يصعب تفتيت قطعة حديد بالإيد بينما الكلام سهل مع المية لأن قوة التماسك الجزيئية بين جزيئات الحديد كبيرة ولكن في المية ضعيفة علل تحتفظ المادة الصلبة بشكل وحجم سبتين مهما تغير شكل الإناء لأن المسافات البينية من جزيئات المواد الصلبة صغيرة جدا وبالتالي قوة التماسك كبيرة جدا فتتخذ الجزيئات مواضع سبتة بالنسبة لبعضها البعض تعليل السابع يتخذ السائل شكل الإناء الحاوي لأن المسافات البينية بن جزيئات السائل كبيرة نسبيا وبالتالي قوة التماسك تكون ضعيفة فيأخذ شكل الإناء تمانية ليس لأن المسافات البينية من جزيئات الغاز أكبر ما يمكن وبالتالي تكون قوة التماسك منعبما فتنتشر في كل الحيز المتاح تسعة تحول المادة الصلبة بالحرارة إلى سائل ليه مادة يا صلبة لما جالك حرارة بإيه تسائلة تقول لأن تسخين المادة الصلبة خل الجزيئات تكتسب طاقة حرارية فزادت سرعتها وعند درجة الإنصار تضعف قوة التماسك الجزيئية فتوسع المسافات فلما توسع تتحرك الجزيئات بحرية أكبر وبكده تتحول المادة إلى حلس إلى آخر شريحة علل العاشر اختلاف خواص الجزيئات عن بعضها بتاع الكل مادة لاختلاف تركيب كل جزيئ في كل مادة عن تركيب جزيئات المواد الأخرى طب بيختلف في إيه مستر في نوع الزرات وعدد الزرات وطريقة ارتباط الزرات ثلاث حاجات النوع والعدد وطريقة الارتباط حراشر لا يمكن رؤية الجزيئات بالعين المجردة أو تحت الميكروسكوب لأن جزيئات المادة الوحدة متناهية في الصغر وده مهم جدا اتناشر والأخير جزيئ البروم ده عنصر سائل جزيئ الميا ده مركب سائل ليه عنصر سائل ليه مركب سائل لأن جزيئ البروم زراتين متماثلتين من البروم بينما جزيئ الماء كوكتيل تلت زرات غير متماثلة طب هم مين زراتين هيدروجين زر وحد اوكسوجين اتش تو او الكوكتيل موجود يبقى مركب سائل كده جبنا كل التعليلات اللي موجودة في الدرس التاني يارب تكون عجبكم يارب تكونوا سعداء يا ولاد بالحلقة ودايما نقول لك شير الحلقة في الخير خلي الكل يستفيد واللي ما اشتركش في قناة روائع البيومي ينورن ويشترك ويفعل زر حلقة التعليلات انتظر حلقة المقارنات وانتظر تدريبات الكتاب المدرسي وانتظر الحلقة المجمعة تحياتي مستر حامل البيومي